نناقش أيضا ملف هذه الزيارة المهمة إلى واشنطن مع أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية دكتور عسام الفيلي أرحب بك دكتور بداية دعنا نفصل ما جاء بلقاء القمة بين رئيس الوزراء محمد الشاعر السوداني ورئيس الأمريكي جو بايدن في البداية تحية لك هبة تحية لك حمزة أنا أعتقد أن أولايات المتحدة الأمريكية فيما أجمل علاقاتها الخارجية تبحث عن الجانب الاقتصادي كذلك تبحث إلى تفعيل جملة من الاتفاقيات التي وقعتها ما بين العراق والولايات المتحدة ولذلك أقولها أنه في 15 أكتوبر عام 22 غردت السفيرة الأمريكية قبل استلام الرئيس السوداني السلطة في 22 أكتوبر قائلة يجب علينا أن نذهب إلى تفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة في مجال مكافحة الفساد إيجاد فرص عمل وكذلك في دعم القوات الأمنية الحكومية العراقية كل هذا يكاد يكون حاضر بالنسبة للطرفين واحدة من أهم الإشكاليات التي ورثت في جسد الدولة العراقية لأننا كنا نوقع اتفاقيات لكننا لا نذهب إلى تفعيلها اتفاقية الإطار الاستراتيجية بالأساس تذهب باتجاه تعريد الدولة العراقية يعني واحدة من بنوج الاتفاقية التي قد المشاهد يعلم أو لا يعلم أنه في مجال القضاء دعم القضاءات رسالهم دورات تطويرية كذلك في مجال الفساد نحن نتحدث عن نظام مؤسساته عالمي لديه الخبرة في كثير من المفاصل ونعتقد أن زيارة رئيس الوزراء في هذا الاتجاه كجسء من عملية أن يكون للعراق دورا رياديا في مجال أن يكون له بصمة سواء كان إقليميا أو دوليا طيب كيف سينعكس هذا على الاستثمار وملفات الطاقة داخل العراق هذا الاهتمام الأميركي يعني أنا أعتقد قبل أيام كان هناك بحث أو دعني أقول مؤتمر أقامته مؤسسة بريتون وودز وقالوا أن هناك متغير حصل في العالم منطقة الشرق الأوسط بعد أحداث غزة قالوا لا يمكن لنا أن نفصل ما بين الجغرافيا السياسية والاقتصاد موضوعة أقول إغلاق مضيق باب المندب كذلك طبيعة الظروف الاقتصادية في أحداث غزة حتمت على المجتمع الدولي أن يعيد النظر في تركيبة هذه المنطقة العراق بالنسبة له يمثل فرص واعدة خاصة بعد طرحه ما يعرف بطريق التنمية الدولية هذه مسألة إضافة إلى كل هذا ليس فقط العراق دولة غنية جدا وبالتالي دائما لدينا مثل شعبي يقول أبو الفلوس مدلل بالتالي حينما تكون الدولة غنية تتسابق الدول في هذا الاتجاه يعني بلد مثل العراق يمتلك ثلثي مناجم الكبريت بالعالم في الأراضي العراقية يمتلك 220 مليار برميل نفط يمتلك موقع جيوستراتيجي باتجاه أوروبا بعد إكمال طريق التنمية وربطه بميناء الفاو من الممكن أن يحدث متغير هذا كل حاضر بالنسبة للشركات الأمنية تبقى هناك مسألة أنا أعتقد أن القوى السياسية عليها أن تدرك أن هناك حقيقة كل الإجراءات التي يقوم بها الرئيس السوداني بحاجة إلى تعضيد تعضيد باتجاه بناء الدولة والتخلي عن شكل وأنماط الصراع عن السلطة وهنا للتاريخ أذكر حقيقة أنا أعتقد أن المكون الكردي كان إليه دور في موضوعة الزيارة الرئيس برهام صالح ودوره كذلك في زيارة مسرور البرزاني وهذا لا يأتي من فراغ بل من الخطاب المعتدل لرئيس الوزراء وينظر إلى المكون الكردي على أساس أنه مكون إراقي ويتعامل معه بروح الأب كل رسائل الثقة المتبادلة ما بين الأكراد والحكومة حفزت في تهيئة مثل هكذا زيارة إذن أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية دكتور عصام الفيلي كنت معنا شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك